طيب بالنسبة لموضوع الـ Cloud Computing فأنت بالـ Cloud Computing عندك أكثر من Service يعني إحنا السيرفيسات أنواع حقيقة أكوه أكوه الـ I-A-A-S أكوه الـ P-A-A-S وعندك الـ N-A-A-S كثير من مصطلحات ظهرت بس أول مصطلح نأخذه اللي هو الـ I-A-A-S إذا كتبنا هنا I-A-A سمال يكتب الـ 2A يكتبونه سمال والـ S يتم كتابتها بالـ Capital اللي هي جاية لإختصار الـ Infrastructure Infrastructure as a Service أوكي؟ Infrastructure as a Service الـ Infrastructure as a Service فكرته شن هو؟ إحنا أول شي قبل أن ندخل لموضوع الـ I-A-A-S خلينا نشوف ليش إحنا نريد الـ Cloud الـ Cloud يجا حتى يختصر لنا كثير من أمور ويقلل علينا الـ Cost بدل ما أنت كشريكة طبعا هي على مستويات تشتغل يعني ممكن تقول أنت علي فئات من الشركة تشتغل هي على كل الفئات من الشركات سواء أنت كنت الشركة الناشئة أو كنت الشركة عملاقة كبيرة فهي تفيدك في كل الأحوال حبّوا أنه يقول لك أنه بدل ما أنت تروح تجيب سيرفرات تروح تجيب كيبولز تعمل لك داتا سنتر أو تحتاج إلى مجموعة سيرفرات وكولينج سيستم وباور وكهرباء ومكان أمان فأنت ممكن هذا كله تعوضه عن طريق شنو؟ عن طريق الـ Cloud الـ Cloud ممكن ينطيك خدمة الـ Infrastructure as a Service Infrastructure as a Service بمعنى أنه ينطيك بالكامل بيها الميل سيرفر بيها الويب سيرفر بيها كل الخدمات التي تحتاجها أنت في داخل المؤسسة ممكن تكون أنت مؤسسة جديدة ما تريد تصرفه هواية في بداية نشأتك للشركة مالتك أو ممكن تكون شركة كبيرة وفاتح فرعه جديد فتقول أنت ليش تروح تشتري أجهزة خلي بالبداية أعتمد على الـ Cloud وبدل ما أنا أجي أجيب هالسيرفرات والرواتر وغير وغير من أجهزة أقدر أحجز Infrastructure as a Services من أحد الشركات الـ Provider للـ Cloud وأمشي شغل مالتي بيها طبعاً في عندك أيضاً نوع آخر اللي هو الساس الساس هو Software as a Service الـ Software as a Service طبعاً أنت عندك الـ IaaS وعندك الـ PaaS وعندك الساس إذن إحنا عدنا أيضاً الساس الساس اللي هو شنو الـ Software as a Service قصدنا بالـ Software as a Service أنه أنا ما أهتم بخلف الكواليس شي يصير يعني مثلاً أنا أحتاج أبني تطبيق معين أريد أعمل تطبيق مثل الـ Amazon eBay أي شي كان فاش أحتاج أحتاج إلى سيرفر أحتاج إلى كومبيوتر أحتاج خط أنترنت أحتاج كثير من أمور هاردوير يعني إحنا شنو اللي نحتاجها من الـ Cloud الـ Cloud إيجا ليش حتى ينقذ كثير من حالات أحنا نمر بيها يعني بالنسبة لي شركة ناشئة مثلاً أحتاج إلى أنه مثلاً أقدم سيرفز أو أي شي كان فمبدئياً أنا أحتاج سيرفرات أحتاج رواتر وإلى آخره من أمور سواء أنا أشتغل بالطرف البرمجي أو أشتغل بطرف الشبكات وإلى آخره من أمور وأحتاج إلى يكون عندي ممكن داتا سنتر صغير يحتاج عندي كولينج سيستم أحتاج إلى كهرباء مكان أمان وإلى آخر من أمور فلنفرض أنه كل هاي الشغلات موجودة لكن من أجي أفكر أنا كبداية مشروعي ستارتاب هذه قد تكلفني مبالغ مبالغ كبيرة صح أنه أنت ممكن تدبر بعض المبالغ بس أنا ممكن هاي المبالغ أمطيها للسيرفز وأقدر أستغل جزء من عندلي أشياء أخرى ممكن أنا أحتاجها فبدل ما أني أشتري سيرفرات بدل ما أني أشتري رواتر وأمور أخرى وأأمن الكهرباء وأمن أنترنت سريع أيضا ليش؟ لأنني لازم يكون عندي أنترنت سريع لأنني حطها في يعني سيرفرات في مكتب أو في مكان معين لازم يكون عندي الأبلود والداونلود وإلى آخر من أمور فهذه تحتاج إلى تكاليف بينما الكلاود أنا ممكن أعتمد على الشركة الشركة هذه على سبيل المثال أول نقطة من الكلاود اللي أنا قدر أستفاد من عندها اللي هو IaaS اللي هو Infrastructure as a Service طيب Infrastructure as a Service شي يقول يقول أنه أنا بدل ما أنت تيجي تروح تشتري سيرفرات وقطع وهاردوير ورواتر وإلى آخر من أمور وأنترنت وكهرباء كل هاي الأمور لازم أنت توفرها كل هاي الأشي أنت ما تحتاجها ليش؟ أنا كشركة ممكن أن أنطيك ختمة Infrastructure as a Service هذه راح ما تحتاج هاردوير ما تحتاج تفكر بالهاردوير ما تحتاج تفكر بالكهرباء ما تحتاج تفكر بالإنترنت لأن الشركة هي راح تجهز لك إياها هما تمام؟ أنت لعليك شنو إدارتها حتى السيكوريتي ما راح تقلق بيها الأجمل أنه أنت تعمل كونترول بالسوفتوير على كل القطع عمالتك تمام؟ إضافة إلى ذلك تقدر أنه أنت الخدمات مالتك توزعها للمستخدمين أو المشتركين اللي عندك أضف إلى ذلك هو راح ينطيك أيضاً Operating System ويكون من ضمن الباكيج ممكن يكون مجاني يعني أنت بدل ما تروح تشتري Windows License هو أصلاً منطيك License وياها نفس الوقت هو يدير لك البال على التحديثات مارت التطبيقات أو السوفتوير دائماً تكون آخر شيء الـ Edge فكل هاي الأمور أنا ما راح أقعد أفكر بيها إضافة إلى ذلك ما أحتاج إلى Team عملاق لأنني حتى لما أجي أفكر أقول خلاص أنا وين المشكلة أنا عندي إمكانية أشتري سيرفرات عندي إمكانية أشتري رواتر عندي إمكانية كهرباء وأنترنت وإلى خلافه بس هذا الشي ما راح تقدر أنت وحدك تديرها لازم يكون عندك IT وبروفيشنال تجيب جماعة CCNA وجماعة CCMP وأخلافه من أمور بينما كل هذا تجري تختصرها بالكلاود ما تحتاجهم أصلاً ليش؟ لأن الشركة اللي توفر لك الكلاود سواء كان جوجل أمازون مايكروسوفت أو أي شركة أخرى كثير من من بروفايدرز حالياً موجودين مجهزين خدمة كلاود فهم أصلاً عدم بروفشنال فليش أنا أفكر بهاي الأمور؟ لأن لازم أجيب أجهزة وأجيب ستاف وهذو الموظفين أطيهم فلوس أطيهم راتب كل هذا أقدر اختصر بموظف واحد حتى لو كان بسيط مجرد ياخذ الشهادة على أحد الكلاودات هذه اللي ذكرناها الكلاود ويديري الإنفراسة تركتر مالتي بالكامل ممكن إذا أنا ما كنت شركة أنا كنت مبرمج على سبيل المثال كثير من المبرمجين تعرفون إحنا حتى كثير من دورات أنا شرح على بلاتفورم اسمه هيريكو هيريكو أيضاً كلاود بس الكلاود مالتها ساس ساس شي يقول مثلاً أنا كمبرمج اللي هو software as a service أنا كمبرمج ما أحتاج أعرف جديد سر خلف الكواليس ما أحتاج يكون عندي operating system ما أحتاج أعرف شون أسوي load balance وال ethers وال giga ethernet وغيره هاي عاني السؤال فماريد هلين أنا أصلاً programmer مبرمج أنا أريد فقط البيئة البيئة اللي هو operating system أنت نطيني operating system حتى أنا أرفع تطبيقها علي أنا عندي تطبيق مصمم بالJango بالLaraVol بأي شي كان فأني أريد operating system حتى أرفع التطبيق how that's it فمن مجرد commandات بسيطة أنا أرجع أرفع التطبيق مالتي طبعاً من ضمن software as a service اللي أنتو أيضاً تستخدموها كمستخدمين عاديين حتى نبسط الفكرة لكم حتى تعرفون وين نستخدم الساس اللي هو S-A-A-S اللي هو software as a service تقدر تعتبره Gmail على سبيل المثال Gmail هو software as a service البيانات مالتك كلها تكون بطرف الجوجل أنت مالك علاقة شون جوجل جاي تديرها السيكوريتي مالتها الساس او كل هاي المتعلقات من bugs والupdates والسوفتوير والسيرفر كل هاي الأمور الداتا مالتك والرسائل مالتك كلها جاي تدار وين؟ من قبل جوجل عن طريقة Gmail على سبيل المثال Gmail هي شنو؟ SAS او عندك Dropbox مثلا الدروبوكس ايضاً SAS اللي هو انت تعرف الدروبوكس منه شنو من ايش اللغة متكونة الكود مالتك ما تعرف انت ايشي انت مجرد application تتنزلة بموبايلك او بلابتوبك وجاي ترفع ملفاتك على الدروبوكس او على الجوجل درايف ذول ان اعتبرهم SAS software as a service انت بس واجيها بس ما تعرف خلف الكواليس هاي البيانات وين تتروح كيف يتم معالجتها صيانتها شون جاي زايدون الهاردات شون جاي تغيرون بالراكات الـ CPUs جيت الرامج جيت كل هاي الامور الشركة المزودة هي اللي تدوخ بيها اعني بالنسبة لي مجرد يوزر جاي استخدمها نجي الحالة الاخرى اللي هو ال-pass اللي هو ال-platform as a service platform as a service يقولك انت ما تحتاج الى server ما تحتاج الى software ايضاً تديرها انت ما تحتاج ايضاً الى فريق يعملك maintenance يعني ما تحتاج اصلاً فريق يعملوا لك صيانة لان احنا منطينك شنو؟ منطينك platform as a service فكرة ال-platform as a service صايرة مثل لعبة الليجو المكعبات انه انت عندك مجموعة وحدات وتجي انت تبنيهم وتبني السيستم اللي انت تريده مثلاً انا اريد نظام ويندوز ويكون الويندوز الرام مالتا 8 جيجا الهارد مالتا 2 تيرا المعرف شنو بخلي نقول ال-ethernet مالتا يكون جيجا اثرنات ال-CPU يكون بهذا الشكل cam core تريد بيها virtual CPU real فكل الاشياء تقدر تعملها تفسيخ platform خاص بك انت تقدر تصنعها وبأي وقت تقدر انت تزيدها وبأي وقت انت تقدر تقللها ال-cloud كموديلز عنده 3 انواع عدنا cloud نسميه بال-private اللي هو الخاص هذا النوع من ال-cloud انت تصنعه يعني على سبيه مثال ال-open stack ال-open stack operating system تقدر تنزل على اي حاسبة ويحوللك الحاسبة الى cloud اذا تحبب داخل البيت تعملك cloud مثل ما انا عندي حاليا open stack محملها على centos وموجودة بالبيت اللي انا موجود بيها وايضا تأدير بيها الشغل مالتي او يكون نوع الثاني اللي هو public public معنات انه انت يكون عندك cloud اي واحد يقدر يوصل عبر الانترنت جاي تنتي خدمة مثل جوجل مثل امازون تمام؟ او هايبريد الهايبريد يكون ميكس جزء من عنده public جزء من عنده private شلون يعني اختار هاي الثلاث حالات الـ private اذا انت تريد تسوي cloud خاصة بشركتك خلاص تريد تعمل services بيهم اوكي عندك النوع الثاني public في حالة اذا انت اصلا جاي تشترك مع شركة معينة وهي منطية لك خدمة الـ cloud او انت تريد تصير مزود خدمة الـ cloud للناس فتكون public او على سبيل المثال تكون الساس الساس ايضاً public يعتبر مثل جوجل درايف اسا جوجل درايف عنده استخدمه يعتبر public لان اي واحد يقدر يعمل ريجستر ويدخل بيها ويستخدمها هايبريد يقولك ميكس يعني مثلاً انا الشركة عندي جزء من الـ cloud مثلاً نظام الإيميل داخل الشركة فقط للموظفين وعندي على الـ cloud مثلاً ويبسايت مالتي فالويبسايت مالتي ممكن اي واحد يدخل له فهذا يعتبر public بس النظام الإيميلات بس فقط للموظفين هذا صار private فالجزء من عنده يكون public والجزء من عنده يكون private او خدمة معينة تتقدمها للناس هاذي يعتبر شنو hybrid